اشتركوا في القناة كما شاركنا أيضا في اجتماع لجنة السلم والأمن الدولي وفي هذا الاجتماع طبعا صوتنا على إعادة صياغة نهج عمليات السلام بهدف تعزيز السلام الدائم وكانت هناك العديد من التعدلات لملفة البحرين تم طبعا تمرير بعض هذه التعدلات التي تصب في صالح السلام الدولي الشامل كذلك التغينا اليوم بوافد مجلس النواب الباكستاني وأيضا تغينا بوافد مجلس النواب الهندي ذلك في إطار طبعا تعزيز الدمناسية البرلمانية بين المجلسين وهذه المشاركة بشكل عام مشاركة مملكة البحرين تأتي في إطار تعزيز الدمناسية البرلمانية وتعزيز دور البرلمان في التواصل بين مختلف البرلمانات في العالم والتي ينعكس طبعا على دور مملكة البحرين الكبير وأيضا كل هذا كان نتاج المشروع الأصلاحي لسيد جلالة الملك الذي نرى اليوم ثماراته تنعكس إيجابيا على مملكة البحرين بشكل عام اشتركوا في القناة